مجلس النواب مجلس النواب الموافقة على المقترح وإحالته إلى الحكومة كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الرسوم القضائية وقرر سادة النواب الموافقة على قرار مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة في الماضي كانت الرسوم مفتوحة وكانت تشكل عب ثقيل على المواطن فولا لها الحمد المجلس اليوم صوت على توصية مجلس الشورى وتم التوافق مع قصد مع مجلس الشورى بأن تكون الرسوم القضائية هي ثلاثة في المئة وليس خمسة في المئة في ذات البند قرر سادة النواب سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات لمدة سبوعين ويعادته إلى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة أما بشأن بند الاقتراحات برغبة فقد ناقشت الجلسة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تحديد سقف أقصاط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى 150 دينار وقرر المجلس الموافقة على المقترح وما أجري عليه من تعديل في ذات الجلسة بإضافة عبارة على أن لا يزيد عن ربع الراتب في نهاية المقترح وإحالته إلى الحكومة كما ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع ولجودة العمل الحكومي وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أية رسوم أو زيادة رسوم قائمة وقرر المجلس الموافقة على كل المقترحين وإحالتهما إلى الحكومة من جانب آخر قرر السادة النواب التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء مبنى جديد متكامل للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة مع ما أجري عليه من تعديل في ذات الجلسة بإضافة عبارة وفتح فروع في المحافظات في نهاية المقترح وإحالته إلى الحكومة ترجمة نانسي قنقر